فكرة تواصلكم ودي برضو من الحاجات اللي بتعجبني دايما بان احنا بنحاول نقرب التكنولوجي من القراءة ويمكن احنا كنا اتقابلنا قبل كده وستاذ كريم عن طريق زوم وكنا اتكلمنا في الموضوع ده انه قد ايه بقى مهم كده ان احنا نشجع الناس على القراءة من خلال السوشال ميديا اللي احنا دايما بنتامى انها خطفت الناس من القراءة عملته ده ازاي وبتفكروا دايما فيه ازاي تجددوه وازاي تعملوه يعني قبل ما نبتدي نتكلم عن ترشحة الكتب استاذ طاري اول فكرة ان انا حبيت اقدم للمشاهد اللي هو هيبقى القارق بعد كده ملخص عن كتاب 300 صفحة في 10 دقائر بدل ما ياخد كتاب مش مناسب لي دي في حد ذاتها فكرة تجذب اي حد بالزبط يعني اول ليه ضيع 3-4 تيام لو قارق سريع يعني او اسبوع لو قارق بطيء في كتاب ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة له فانا اقدي له فكرة عامة عن الكتاب يعرف هو داخل على ايه لو مناسب لي يجيبه فانت من هنا تجذب القارق ان هو انا هقدم لك وجبة سريعة انت محتاج الوجبة السريعة انا هديك الوجبة السريعة اللي انت محتاجها بس المهم انك تعرف والمهم انك تتعلم وتقرأ وتتزقف بزرح من خلال وجهة نظر استاذ كريم هو انا الموضوع بدأ معي بشكل مختلف شوائع عن طارق اكيد كل واحد ليه وجهة نظر اكيد هو هو سبحان الله يعني حتى انا وطارق اول ما بدأنا بدأنا في نفس التوقيت وبقين اصحاب الكلام ده مسر من خمس سنين انا لما بدأت الموضوع بدأته لان انا حسيت بعد فترة من القراءة ان انا عندي حاجة عايز اقولها عن الكتب ده انا بقراه عايز تحكيها عايز تقولها عايز اتكلم عن الكتاب فعلا انا عايز اقول الكتاب ده بشكل قصير جدا زي طارق قصته ايه بيحكي عن ايه اوله فين واخره فين ايه الحلو اللي فيه وايه الوحش اللي فيه فمن هنا بدأت ان انا اتكلم بشكل عام عن الكتب لحد ما لقيت وطارق كمان نفس الموضوع ان فيه زي عملية جذب كده والناس عجبها الموضوع جدا والناس فعلا فيه ناس انترستد بالموضوع ايه ومهتمة بالموضوع فبدأ الموضوع يكبر ويوسع مننا اكتر وقت لزيز ويربي يكبر ويكتر ويوسع اكتر واكتر احنا نتمنى حاجة زي كده ونتمنى ان كل مواطن مصري يبقى دايما معا كتاب او يبقى حتى لو ماسك اي ديفايس يكون الديفايس ده فيه أبليكيشن بيقرأ من خلالها او بيتعلم حاجة من خلالها